اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر حوار المنامة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين جمهورية بنجلادش الشعبية وما تشهده من تطور ونمو في المجالات المختلفة وتدارس سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لكل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حضر الاجتماع السفير فاطمة عبدالله الضاعن رئيس قطاع الشؤون الأفرو أسيوية وسعادة السفير محمد نذر الإسلام سفير جمهورية بنجلادش الشعبية لدى المملكة والوفد المرافق للوزير الضيف اشتركوا في القناة